اشتركوا في القناة اختتام قمة العشرين في الأجنتين ولي العهد يرأس وفد المملكة ويلتقي عددا من رؤساء الوفود المشاركة في القمة ودور مؤثر للسعودية وحرص على نمو الاقتصاد العالمي واستقراره بما يحقق مصالح الجميع الحكومة اليمنية تشدد مجددا على ضرورة التمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن من الفين ومائتين وستة عشر وتسليم ميناء الحديدة إلى الشرعية ومقتل قيادي حوثي وأربعين من الميليشيات في مواجهات مع الشرعية في البيضاء أهلا بكم اختتمت في الأرجنتين قمة العشرين والتي رأس وفد المملكة خلالها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والتقى على هامشها بعدد من رؤساء الوفود المشاركة في القمة والتي تأتي في إطار سعي المملكة المستمر لتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة المشاركة في قمة الأرجنتين في اليوم الحاسم والأخير لقمة العشرين في العاصمة بوينسايرس من المقرر أن يشهد اجتماعا بين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جارب العديد من اللقاءات الثنائية الأخرى لسموه مع قادة دول العالم لبحث القضايا الشائكة التي تؤرق المملكة وأشقائها لإيجاد حلول عاجلة وتفعيلها ما في شك أن ولي العهد خلال الفترة الأخيرة تولى مهام على الأقل نقل صورة العالم من الشمع الخليجي والعالم العربي ومن ثم الإسلامي للعالم في كل لقاءاته هناك هم عربي يعني على الأقل في منطقة محيطة حولنا ملف اليمني ملف كبير وبالتالي استقرار اليمن يعتبر أولوية بالملكة العربية السعودية أيضا ملف السوري المحادثات التي تحدث على أعلى مستوى مع مملكة وقيادة دول العالم لإنهاء أزمة السوريين مملكة أيضا حريصة على استقرار دول المنطقة كما ستشهد القمة العديد من الاجتماعات على هامشها لسموه ولي العهد مع ممثلي المنظمات العالمية والمؤسسات تتمحور محاورها حول رؤية المملكة 2030 وما سوف تحدثه من تغيير إيجابي على جميع الأصعدة قاد هذا الفكرة بشكل جيد وتابعها بشكل جيد سموه ولي عهد فأعتقد وجوده على رأس قائمة الوافد أعتقد هذه الدلالات كبيرة وأيضا لنقاشها أيضا مع الأوهود الموجودة سموه ولي عهد قادر على أنه يغير أشياء كثيرة من المفاهيم وجوده في كي طموحه بفكره العالي هو رجل مهم جدا في هذه القمة زعماء العالم يصعون في هذه القمة لتقريب وجهات النظر بشأن مجموعة من القضايا الهامة وعلى رأسها التجارة العالمية وتغيير المناخ ومعالجة أزمة الهجرة كذلك توفير الاستقرار لأسعار النفط أنا أعتقد أن هناك تضارب في الرؤى يجب أن نعترف في ذلك روسيا والسعودية تركز على تحقيق العدالة في أسعار النفط وبالتالي تنظر إلى الأسعار العادلة للنفط وهي تعمل من أجل ذلك السعودية تصر دائما إلى أنها تضمن إمدادات النفط وبالتالي تلبية الطلب بما لا يؤثر سلبا على ارتفاع الأسعار لا يؤثر على تغذية الأسعار والولايات المتحدة الأمريكية والدول المستهلكة تتمنى أن تنخفض الأسعار بشكل أكبر ولكن الحقيقة يجب أن نعترف أن الأسعار العادلة للنفط هي التي يمكن أن تضمن مزيد من الاستثمارات في قطاع الإنتاج وبالتالي استدامة النفط دون الحصول على فجوات نفطية مستقبلية لقاء مرتقب بعد القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينغ بنغ اللذان دخلت دولتيهما في حرب تجارية متصعدة لمعرفة ما إذا سوف يتم سريان التعريفات الجمهورية الأمريكية على البضائع الصينية بعد شهر من الآن أم لا ممثلوا مجموعة دول العشرين التي تمثل 80% من الاقتصاد العالمي والتجارة يعملون على صياغة بيان ختامي وبحسب الخبراء يتوقع أن تطغى عليه اللغة التجارية بدر العزمية الإخبارية بوينيس آيرس وينضم إلينا هنا في الستوديو المستشار الاقتصادي الأستاذ عيد العيد والمحلل السياسي الأستاذ سليمان العقيلي أهلا بكم في حلقة اليوم الثامن لهذا الأسبوع ونتحدث عنها مثل ما تابعنا ختام قمة العشرين في بيونيس آيرس بالأرجنتين وطبعا البيان الختامي تحدث عن بعض الأمور الاتفاق طبعا على وجوب التخلص من الفساد وكذلك التركيز على أهمية الدول والمطلوب منها أكثر في المرحلة القادمة كذلك أيضا الاتفاق على المناخ وبعض القضايا المهمة ولكن أبدأ من لك أستاذ عيد دعنا نتحدث من بداية مشاركة المملكة العربية السعودية بثقلة الاقتصادية وهي الدولة العربية الوحيدة في هذه القمة قمة العشرين دعنا نأخذ الحديث خطوة بخطوة ونتحدث عن أهمية تواجد ومشاركة المملكة العربية السعودية اقتصاديا في هذه القمة وأيضا من خلال ما تابعت ومن خلال مشاركتها في الأرجنتين بداية شكرا على الاستضافة وشكرا موصول السادة والمشاهدين دعنا نتكلم في البداية نعطي فكرة للمشاهدين عن سبب نشوء هذه المجموعة الحقيقة نشأت هذه المجموعة بمبادرة من مجموعة جي ايت بسبب الحقيقة تزايد تأثير الدول الناشئة أو الاقتصادات الناشئة على الاقتصاد العالمي وبالتالي صار من الصعب عزل هذه الدول عن المشاركة في اتخاذ القرار في الاقتصاد العالمي وبهذا السبب انشأت مجموعة العشرين والمملكة تعتبر احد الاركام فيها ومن المساهمين الرئيسيين فيها وشاركت من اول اجتماع لمجموعة العشرين في واشنطن ويحضرني الحقيقة في ذاك الاجتماع انه كانت هناك ازمة مالية طاحنة في ذلك الوقت والمملكة اقرت في ذاك الوقت حزمة من الاجراءات ومنها 400 مليار ريال انفاقها في الاقتصاد السعودي للمساهمة في تعزيز الاقتصاد العالمي لان هذا الانفاق سيكون لا تأثير على الانفاق العالمي هذه بداية في عهد الملك عبدالله اضافة الى ذلك نحن نعلم ان المملكة العربية السعودية بثقلها السياسي والاقتصادي تعتبر الحقيقة محور رئيسي بالذات في اقتصاديات النفط وتأثيرها في سوق النفط وما يترتب على ذلك من استقرار الاقتصاد العالمي واستقرار لمعدلات النمو وبالتالي هذا سبب رئيسي من اسباب جعل المملكة دولة رائدة في مجموعة العشرين سياسيا نستاذ سليمان دعا نستذكر تلك الاحاديث التي سبقت طبعا مشاركة المملكة العربية السعودية في هذه القمة وعن حضور سمو ولي العهد ها هو سمو ولي العهد حضر القمة كان هناك حديث أيضا عن من سيلتقي بهم التقى بغالبية الزعمة ورؤساء الدول بداية من رئيس وزراء الهند مرورا بير رئيس الفرنسي وحاليا مثل ما نتابع التقى وعاجل على الشاشة التقى الرئيس الروسي بوتين وقبله رئيس الايطالي وكذلك رئيس الارجنتين ما الذي يرد به هذا الحضور الكبير بسمو ولي العهد في هذه القمة بسم الله الرحمن الرحيم وحيي الزميل ومشاهديكم الكرام في الواقع أن هذه القمة هذه المجموعة مجموعة العشرين صحيح مجموعة اقتصادية ولكن الاقتصاد يحرك السياسة ولذلك لها بعد سياسي فيما يتعلق بالعلاقات الدولية وجدنا الحقيقة الأمير محمد في ظل الحملة التي واجهتها المملكة الحملة السياسية والإعلامية لواجهة المملكة كان الحقيقة هو نجم القمة وأظهر الحقيقة ظهر بظهور مشرف للمملكة العربية السعودية وللدول العربية كلها لأن الرياضة اليوم هي تمثل العرب جميعا في قمة العشرين فسجل الأمير محمد حضور مشرف وفاقع والتقى بما لا يقل عن خمسة عشر زعيما سياسيا في قمة العشرين ومنهم طبعا الرئيس ترامب والرئيس بوتين والرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطانية ويعني الرئيس الإيطالي والرئيس الهندي والروسي والصيني ورئيس جنوب أفريقيا والرئيس الأندونيسي والهندي كل القوى الاقتصادية المهمة جدا التقى بقادتها ولقاءة ثنائية طبعا لقاءة ثنائية هذا يوضح لنا الحقيقة أن المملكة العربية السعودية لها مكانة سياسية عالية جدا في المجتمع الدولي ولدى قادة الدول العالم وأنها كانت حريصة الحقيقة على تثبيت الشراكة مع المملكة العربية السعودية وعلى ثقتها بسمو ولي العهد في تطوير هذه الشراكة الثنائية بين المملكة هذه الدول ولذلك ولي العهد الحقيقة ظهر بكفاءته السياسية كمسوق لفكرة الشراكة الاقتصادية مع القوى الاقتصادية الكبرى وكذلك الشراكة السياسية طبعا لأن الشراكتين هم الحقيقة عمودان لا ينفصمان فالمملكة الحقيقة سجلت الحقيقة حضور فاقع في قمة العشرين أثبتت فيه ثبتت فيه دورها السياسي ومكانتها الاقتصادية وفي نفس الوقت يعني أسقطت المؤامرات التي حيكت لتشويه سمعتها وفي نفس الوقت لإعادة ترتيب المواقع لأن الحملة التي واجهتها المملكة كانت تهدف إلى دفع المملكة إلى مؤخرة تول العشرين أو إلى يعني هامش العشرين ولكن المملكة اليوم بقيادة ولي العهد وبحضوره السياسي وبحقيقة مشاركته الفذة واجتماعاته الثنائية مع قادة العالم الحقيقة ثبتت موقعها الريادي في خريطة السياسة الدولية وفي موقعها في الاقتصاديات العالمية ونعتقد أنه جميع بل متأكدون أن جميع المؤامرات التي وجهت المملكة قد سقطت وأنها يعني أن المملكة سجلت ما هو أكثر من مكانتها السابقة سجلت تقدم الحقيقة ولي العهد على كل حال ليس غريبا على قمة العشرين رأس وفد المملكة في قمة الصين ولذلك الحقيقة الحضور الذي سجل السموة ولي العهد وبالتالي المملكة العربية السعودية شرف العرب جميعا وشرف الشعب السعودي وهو أظهر لنا الكفاءات القيادة السياسية السعودية في مثل هذه التجمعات الدولية ودائما وقد تحدثنا أستاذ سيمان معك في حلقات السابقة ربما عن هذا الموضوع أن السعودية لديها سياسة خاصة في التعامل مع مثل هذه الأزمات دائما ما ترد بالأفعال دعهم يتحدثون ولكن بأفعالها ترد وحضور سموة ولي العهد الطاغي للأمانة فيها هذه القمة رد على كل ما كانوا يتحدثون عنه لأشهر وهم يستهدفون السعودية أستاذ عيد اقتصاديا الدول العربية من ملا شك فيها العالم ولكن إن تحدثنا بشكل خاص عن الدول العربية تتابع مشاركة سموة ولي العهد وبرأيك ما الذي سينعكس عليه تواجد المملكة العربية السعودية الدائم في هذه القمة قمة مجموعة العشرين وبالمناسبة عام 2020 السعودية ستستضيف هذه القمة قمة مجموعة العشرين ما الذي سينعكس على الدول العربية تحديدا من خلال مشاركة المملكة وتواجدها أنا أعتقد نعم أن المملكة هي صوت العربي الوحيد في هذه القمة وبالتالي المملكة تسعى من خلال وجودها في هذا المنتدى العالمي الكبير إلى الحديث بصوت العرب وبالتالي تسعى من خلال تواجدها في هذا المحفل أن تساهم بشكل كبير جدا في إيصال الصوت العربي لهذه المجموعة أنا سنتحدث الحقيقة في نقاط كثيرة جديدة أنا أنت حضرت لها الحقيقة أريد أن أتكلم فيها عن دور المملكة في هذه القمة نحن نتحدث عندما نتحدث عن مملكة نتحدث عن قوة اقتصادية جيدة أو قوية نتحدث عن احتياطيات مالية ضخمة نتحدث عن دولة تعتبر تملك ثاني أو ثالث أكبر صندوق سيادي على مستوى العالم وبالتالي هناك نظر من كثير من الاقتصادات العالمية للتعامل مع هذا الاقتصاد الواعد زد على ذلك أن المملكة تعتبر على مستوى المساعدات الإنمائية المقدمة من المملكة تعتبر المملكة رقم صعب جدا في هذا المجال فالمملكة قدمت الحقيقة مساهمات لتنمية دول العالم النامي تتجاوز قدرات كثير من الدول التي تفوقها اقتصاديا بمعنى أن المملكة قدمت خلال الخمسة وعشرين أو ثلاثين سنة التي مضت أكثر من مائتين وخمسين مليار دولار مساعدات لدول العالم أنا أحظني الرقم في 2014 قدمت المملكة ما يعادل ستين مليار ريال أو ما يعادل ستعشر مليار دولار كمساعدات إنمائية وبذلك أصبحت هي الرقم أربع على مستوى العالم في تقديم مساعدات بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا فبالتالي أنت تتحدث عن دولة تسبق اليابان تسبق عدد من الدول الأوروبية التي اقتصاداتها أعلى من المملكة تسبقهم في مساهمة في نمو العالم المملكة إذا تكلمنا عن مساعدات المملكة كنسبة من إجمال الناتج القومي المملكة هي الرائدة في هذا المجال تتجاوزت النسبة المحددة من الأمم المتحدة والتي هي فاصلة سبعة أقل من واحد طبعا بالمئة تجاوزتها بمراحل وسط إلى في عام 2014 إلى 2.2 لو تنسب كنسبة لما يقدمه المواطن السعودي كعدد سكان تكلم عن 800 دولار ما يقدمه المواطن السعودي وهذا الرقم الحقيقة غير مسبوق ولا أعتقد أنه سيصل لأي أحد فبالتالي مشاركة المملكة في مثل هذه المحافل تدل على أهمية المملكة وأهمية تواجد دولة مثل المملكة في مثل هذا المحافل ستحدث كذلك عن الحقيقة استضافة المملكة للقمة الآن المملكة أصبحت عضو في ترويكا لمجموعة العشرين وترويكا طبعا هي المقصود فيها الدولة المستضيفة الآن هي الأرجنتين والدولة ستستضيف في عام 2019 اليابان والمملكة 2020 الدول الثلاث هذه الآن سيكون عليها تاسك أو عليها أعمال كبيرة جدا في تقرير سياسات ومناقشة سياسات واجتماعات وتخطيط لما ستناقشهم المجموعة خلال الاجتماعات القادمة وبالتالي سيكون هناك الحقيقة عمل كبير جدا مطلوب من المملكة العربية السعودية سواء من خلال الوزارات المعنية كوزارة المالية أو وزارة التجارة أو وزارة الخارجية للقيام الحقيقة بهذا الدور وأنا أعتقد أنه لدينا الكفاءات القادرة على القيام بهذا الدور قوة المملكة الاقتصادية تعززت الحقيقة بعد رؤية 2030 والحقيقة بعد هذه الرؤية التي أصبحت محل اهتمام كبير جدا من المجتمع الدولي ساهم بشكل كبير جدا في تسليط الضوء على المملكة كقوة اقتصادية نعم وسنتحدث عن الرؤية لأنها جدا مهمة الرؤية السعودية 2030 ولكن أنتقل إلى ضيفة الأستاذ سليمان أستاذ سليمان اللقاءات الثنائية التي أدراها سمو ولي العهد مع القادة والزعمة الذي نتحدث عنه منذ قبل قليل نتحدث عن هذه العلاقات وعن بناء واستمرار هذه الجسور جسور التواصل ما بين المملكة الربيع السعودية وهذه الدول بما فيها الأرجنتين الدولة طبعا التي تستضيف هذه القمة والتي تجاوزت العلاقة ما بين الدولتين لأكثر من سبعة عقود تقريبا الرسالة التي ربما ترسلها هذه اللقاءات الثنائية أعتقد أن أهم رسالة الحقيقة يعني بعث بها سمو ولي العهد أو يعني بلورها في القمة هي تنويع الشراكات السياسية والاقتصادية مع القوى الدولية بمعنى أن لا تكون المملكة العربية السعودية رهينة لقرار واحد أو لعلاقة مع قوة واحدة أو قوتين أو قوتان اقتصادية وهذا الحقيقة تنويع الشراكات أولا يصون القرار السياسي الوطني من الضغط وفي نفس الوقت الحقيقة يدافع عن المصالح السعودية يتيح للقائد السياسي فرصة المناورة وهذا الحقيقة الذي يعني لاحظناه كمراقبين في قمة العشرين يعني أعطى الأمير محمد الحقيقة رسائل فلاشات رائعة استاذوها استاذتها الكاميرات المصورين وطبعا مصورين سياسيين يعني يعرفون لغة الجسد مدى الأثر نعم نعم وشاهدنا حرارة المصافحات وشاهدنا يعني الإيماءات وكان الأمير الحقيقة يعني الحقيقة يعني جسد بنشاط الدبلوماسي وبمثل هذه الإيماءات جسد الحقيقة يعني رغبة استراتيجية لدى المملكة العربية السعودية في تنويع مروحة الأصدقاء في العالم ورأينا أنه بدأ أول ما بدأ الحقيقة وكانت الحقيقة بداية منفقة بدأ بالرئيس الهندي ثم الرئيس الجنوب الفريق ثم كلها قوة اقتصادية ناشئة هذه ممكن وشكلت البريكس مع روسيا والصين يعني القوة الاقتصادية المعادلة أو المكافئة للغرب ومن ثم التقى بالرئيس الروسي والرئيس الصيني هذا يعطينا فكرة أن المملكة لديها الرغبة في تحرير اقتصادها وتحرير قرارها السياسي من أي ضغوط مثل تلك التي شاهدناها ولو من قريب أو من بعيد على المملكة العربية تنويع الشراكات مع الشرق وعدم الاعتماد على الغرب يتيح فرصة الحقيقة رائعة جدا للتخلص من الضغوطات وفرصة للمناورة السياسية التي تحمي وتصون مصالحنا القومية والوطنية ونحن الحقيقة مقبلون مثلا في اليمن على تسوية سياسية ربما نواجه فيها ضغوط لا تناسب قرار مصالحنا الأمنية واستراتيجية ولذلك الحقيقة الأهم ملمح الحقيقة راقبه المراقبون والمحللون والسياسيون في العالم كله هو أن الأمير محمد كان نجم القمة العشرين وأنه بعث برسائل بدون أن يتحدث لسياسة متوازنة للمملكة العربية السعودية بين الشرق والغرب مشاهد تتحدث عن نفسها بالضبط أستاذ عيد اقتصاديا ونعود إلى الحديث عن الرؤية لأنها جدا مهم ولي العهد دائما في كل جولة هو يحمل رؤية من أجل تحقيق الرؤية رؤية السعودية الطموحة أستاذ عيد طبعا ما الذي برأيك اقتصاديا مدى التوافق ما بين رؤية السعودية عشرين ثلاثين بكافة مبادراتها وبرامجها المتنوعة وقمة العشرين حقيقة يعني جميع المواضيع التي ناقشتها قمة العشرين هي تصب في سبحان الله في نفس الرؤية عشرين ثلاثين جميع الأهداف التي سعت قمة العشرين لا تحقيقها سواء من تمكين المرأة من استقرار الاقتصاد من البطال قضاء البطالة هي في صلب الرؤية السعودية عشرين ثلاثين حتى التخلص من الفساد حتى التخلص من الفساد وهذا ما حدث في المملكة نعم والاستدام نعم وهذه كلها الحقيقة كلها تمثل يعني توجه دولي هي الحقيقة هي التحدث وهناك 17 هدف للأمم المتحدة تم التوافق عليها وسميت بأداف التنمية المستدامة أقرت الحقيقة في اجتماعات عام 2015 في نيويورك وتسعى كثير من الدولة تحقيق المملكة في ضو هذه الأهداف استطاعت أنها تخلق رؤية مستقلة تحقق هذه الأهداف بالإضافة إلى أهداف أخرى أكثر وهذا الحقيقة ما نراه من خلال ما تسعى له المملكة في الرؤية نجد أن هناك الحقيقة هذه نقطة مهمة جدا يعني أبغى أؤكد عليها نجد أن هناك الحقيقة نظام اقتصادي عالمي مترابط والمملكة هي جزء من هذا الاقتصاد وبالتالي لتحقيق أهداف الرؤية لا بد أن يكون متوافق مع أهداف الاقتصاد العالمي الأهداف العالمية بشكل أو بآخر وهذا الحقيقة ما سعت له المملكة وتحقق في أجزاء كبيرة منه نجد الآن من ضمن الأهداف مثلا أهداف الرؤية تنوي على الاقتصاد السعودي وهذا الحقيقة يعني نجد أنه سنة هذه ارتفعت الإرادات الغير نفطية بنسبة 40% وهذا الرقم الحقيقة يعني لن يصدق أي اقتصادي أنها تستطيع دولة أن ترتقي بدخلها من مصدر جديد بمستوى بهذا الرقم و بهذه النسبة إذن معناه هذا الشيء أن هناك الحقيقة جهود مبذولة في سبيل تنويع الاقتصاد السعودي في سبيل مواكبة الاقتصاد العالمي في سبيل تحقيق رفاهية الشعب السعودي وبالتالي هذا ما نشهده سليمان دعنا نستذكر ونسترجع بالأمس بالأمس ربما الساحة الإعلامية السياسية العالمية ربما ركزت على مشهد أو مشهدي لسمولي العهد وكأنه لسان الحال يقول القمة قمتي تلك المصافحة ما بينه وما بين الرئيس الروسي بوتين وذلك المشهد أيضا له مع ماكرون عندما يتحدث معه ترجم طبعا بأنه بمثابة الاعتذار وما إلى ذلك أيضا أضيف صورة ثالثة تلك الخارجية خارج القاعة الاجتماع وكل وسائل الإعلام تتسابق لأخذ الصورة لسمولي العهد وهو يتحدث بحديث جانبه مع الرئيس بوتين كانت وسائل الإعلام العالمية أيضا شاركت للأسف في استهدافها من المؤمنة العربية السعودية في الآولة الأخيرة وبالأمس تغير المصار ومثل تحدث قبل قليل لأن هذه الصور هي تتكلم عن نفسها وتتحدث عن نفسها فلا مجال للشرح والتحليل لها وفي الواقع أن المملكة العربية السعودية سجلت الحقيقة مكاسب سياسية ضخمة في قمة العشرين إعلاميا هزمت الحملة الإعلامية الشرسة جدا اللي شاهدناها خلال السابع هزمتها وأسقطتها في ثلاث صور أو أربع صور ثانيا عادت الحقيقة الثقة لدور المملكة العالمي يعني الذي كان يشكك أول أو كان يعني يضرب المملكة سياسيا أو كان يريد التقليل من مكانتها قمة العشرين أعادت الأمور نصابها بل أكثر من ذلك أعطت القائد السعودي كارزمة فوق كارزمة الآخرين يعني لما الكاميرات أو المصورون يتجاهلون قادة عالميون معروفون أنهم مؤثرون في الاقتصاد العالمي مثل ترامب ماكرون تيريزا مي ميركل أو شيء الرئيس الصيني نعم وتظهر لقطات الرئيس الوفد السعودي ولي العاد مع قادة العالم هذه الحقيقة أعطت رسالة للثقة هو أولا بالدور السعودي والقائد السعودي وبسلامة الموقف السياسي والأخلاقي السعودي الذي حاول البعض إثارة الغبار حوله نعم نعم في دقيقة أستاذ عيد اقتصاديا ما تحدث به الأستاذ السليمان ولا والسياسة والاقتصاد نعم في مركب واحد كيف من الممكن أن تؤثر أيضا على استمرار وثقل وما كانت المملكة الاقتصادية المملكة مكانتها الاقتصادية الحقيقة غير غير مطروحة للنقاش لأنه لديها الحقيقة ما ما تعتد به سواء من حجم الاقتصاد السعودي من حجم الاحتياطيات التي لديها من انفتاح الاقتصاد السعودي يعني الآن من خلال المشاريع القادمة في المملكة العربية السعودية تكلم عن مشروع نيوم عن مشروع القدية عن مشاريع الضخمة هذه هناك تهافت من الشركات العالمية وطلب ود للحكومة السعودية للدخول في مثل هذه المشاريع فبالتالي هذا لا يعني ليس محل للحقيقة لا للنقاش ولا للشك بالنسبة للاقتصاد السعودي الاقتصاد السعودي سائر والاقتصاد السعودي لديه الإمكانيات ولا نزال الحقيقة ولا نزال لم نكتشف أو لم لم نكشف عن باقي إمكانيات الاقتصاد السعودي الاقتصاد السعودي لديه إمكانيات مهولة جدا زد على ذلك نقطة أخيرة سأذكرها الحقيقة في ثواني الكفاءات السعودية الكفاءات السعودية الآن التي لديها القدرات العالية جدا في المساهمة في دفع الاقتصاد السعودي للقمة نحن نعرف ما لدينا وما يخرجه برنامج خادم الحرمين الشريفين وبالتالي نحن مستبشرين بمستقبل واحد نعم إذن شكرا لك المستشدر اقتصادي الأستاذ عيد العيد أعطيك العافية أن كنت معنا في مناقشة هذا الملف أيضا الشكر الموصول للمحلل السياسي الأستاذ سليمان الأقيم أعطيكم العافية شددت الحكومة اليمنية مجددا على ضرورة التمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 وتسليم ميناء الحديدة إلى الشرعية وأكد وزير الخارجي اليمني خالد اليماني أن المشاورات المقبلة المتوقع أن تعقد في السويد الأسبوع المقبل تتحدث عن القضايا ذاتها التي كان يفترض طرحها في اجتماع جنيف ميدانيا شنت ميليشيا الحوثي هجوما واسعا شرقية مدينة الحديدة في محاولة منها لاستعادتها تكبدت خلاله خسائر فادحة فيما شنت قوة الجيش الوطني هجوما على جبهتين في البيضاء نتج عنه مقتل أربعين حوثيا جددت الحكومة اليمنية تأكيدها على التمسك بقرار مجلس الأمن الدولية ألفين ومائتين وستة عشر مؤكدة أنها ليست في حاجة إلى قرار جديد وذلك في إشارة إلى مشروع القرار البريطاني المطروح على مجلس الأمن حيث أكدت أن ما تحتاج إليه الحكومة في هذه المرحلة هو ضغط قوي يمارس على الطرف الانقلابي حتى تصل إلى سلام مستدامة وهذا لن يتحقق إلا بخروج الميليشيات وتسليم الأسلحة وتحديدا الصواريخ الباليستية والأسلحة الثقيلة حقيقة القرارات الصادرة من مجلس الأمن وعلى رأسها القرار الأممي 22-16 كافية لإنهاء الأزمة اليمنية وإنهاء الانقلاب متى ما عزم المجتمع الدولي فعليا على تطبيق هذه القرارات وإرغام جباعة الحوثي الانقلابية على الالتزام بالشرعية الدولية خصوصا وهذه القرارات صادرة تحت البند السابع ما تقوم به بعض الدول من نيتها إلى تقديم مشاريع قرارات جديدة هي في الأساس تفرق معنا الهيبة الدولية لمجلس الأمن بشكل كامل وعلى الصعيد الميدانية شنت ميليشيات الحوثي هجوما واسعا استهدف مواقع الجيش الوطني شرقي مدينة الحديدة الساحلية في محاولة منها لاستعادتها حيث تكبدت الميليشيات خسائر فادحة وفي محافظة البيضاء شنت قوات الجيش الوطنية هجوما كبيرا على مواقع الميليشيات الانقلابية في جبهتي قانية بمحافظة البيضاء فقوات الجيش الوطنية شنت هجوما واسعا لتحرير ما تبقى من مواقع يتمركز بها الانقلابيون وأهمها اللحمة السوداء الاستراتيجية جماعة الحوثي الانقلابية تقوم باقتنام أي هدنة إنسانية وأي فرصة إنسانية لإعادة التموضع ولا تحترم هذه الهدن بل إنها تعمد إلى الانتهاكات بطريقة مستمرة هناك اختطافات للمدنيين تفخيخ لمنازل النازحين إجبار الأطفال على الخروج من كراسي المدارس إلى ساحات وإلى المتارس هناك عبث بالحياء المدنية واستنزاف كامل لمقدرات الدولة تقوم به جماعة الحوثي الانقلابية تطورات ميدانية وسياسية تأتي لتؤكد في كل مرة أن الحوثيين لا عهد لهم ولا ذمة خاصة بعد أن أعلن التحالف العربية عن هدنة في الحديدة ما لبثت أن تم خرقها من الميليشيات لتكسر كل آمال اليمانيين بإحداث سلام لهم رغم جهود الأمم المتحدة مروى النبيل لبرنامج اليوم الثامن عدن وينضم إلينا هنا في الأستوديو أستاذ الإعلام السياسي في جامعة ملك سعود الدكتور مطلق المطيري كما ينضم إلينا أيضا من القاهرة المحلل السياسي الأستاذ عبد الله إسماعيل أهلا بكما في مناقشة هذا الملف الثاني في حلقة هذا اليوم دكتور إذن القضية اليمانية لا زالت الحديث عن قرار مجلس الأمن الـ 2216 والحكومة الشريعية تطالب بتنفيذ كل ما ذكر فيه يتراقبون ما سيتم الحديث عنه في السويد في المشاورات المقبلة برأيك دكتور هل تتوقع سياسيا بأن يكون هناك ربما مسار آخر أو منعطف آخر في هذه القضية القضية اليمنية شيء مساء الخير عليك وعلى مشاهدينك الكرام التعرض للقضية الفلسطينية والأزمة اليمنية من منظورها السياسي يحين إلى بعض الاجتهادات وبعض المبادرات التي تمسك بهذه الأزمة وآخرها الآن مثل ما ذكرت أن الاجتماع المرتقب أو الدعوة أو المبادرة المقدمة في ديسمبر في السويد لا شك أن مثل هذه الدعوة التي تستند إلى الوصول لسلام شامل في اليمن تكتنف بعض التحديات وخاصة من جهة تنفيذ القرار الدولي 2016 من جهة تنفيذ القرار المبادرة الخليجية من جهة نتيجة المخرجات الحوار الوطني الوضع السياسي في اليمن لا يمكن أن نركن إلى جهود مثل المبعوث الدولي مارتين غريف لأن أنا حسب مثل اعتقادي أن الأمم المتحدة ومبعوث هي ضمن التحديات التي تضافي للأزمة في اليمن وليس هي ضمن الحل للأزمة اليمنية وهي ليست نتيجة مثل جهود المبعوث غريفث ولكن حتى ليسبغ ابن إسماعيل ابن الشيخ فالأمم المتحدة الآن هي ليس مطالبة أن تقدمنا مشروع جديد ولكن المطالبة الآن معضلة هي معضلة نعم هي معضلة لا شك وهي مطالبة أيضا بتنفيذ قرارها 2016 226 نعم بضع وهي سوف تضعنا على طريقة تسوية السياسية ولكن هي الأمم المتحدة الآن أصبحت هي عبع على هذه القضية وعلينا أن نفكر في إطار آخر ونفكر في مسار آخر لهذه القضية نعرف أن الأزمة اليمنية وتشكيل التحالف جاء بدعوة من الشرعية للجامعة الدول العربية اتخذت قرار هذا التحالف نعم قامت المملكة العربية السعودية بفتح أراضيها بمشاركة عسكرية مع أخوانها من الدول العربية لأجل إعادة الشرعية في اليمن ولكن هذا التدخل الآن العسكري المحمي في مظلة قرار عربي لا يشاركه أي أطراف أخرى أو أي أطراف دولية الآن أصبح هو محل تشكيك بعض الأطراف الدولية وعلى الدول العربية التي دخلت في هذا التحالف أن تدافع عن قرارها وتدافع عن شرعية اليمن بتقديم مبادرات جديدة بتقديم مبادرة سياسية عربية تحمي للعرب كرمتها تحمي حتى الوجود الشعب اليمني داخل منظومة العربية رأينا جميع التحديات الآن لتواجه الأزمة اليمنية سياسيا هي تأتي من أطراف دولية من أطراف دولية لا تستند على الشرعية موجودة على أرض الواقع مثل ما تستند عليها شرعية التحالف العربي مثل ما تستند حتى لو أن بحثنا عن قرار 22-16 هو لجنة عربية خليجية ذهبت إلى الأمم المتحدة وصاقت مشروع وقدمت الأمم المتحدة وتم التصويت على هذا القرار الآن نحن نطالب المبعوث الدولي أنه بتطبيق القرارات المؤسسة التي ينتمي لها أكثر منه تقديم مبادرات جديدة تخيل الآن نحن ندخل على أربع سنوات ومبعوث الأمم المتحدة يريد أن يبحث عن مبادرة ما يسمى ببناء الثقة بناء الثقة هي مرحلة أولية للدخول في المفاوضات في السلام إذن نحتاج كم من الوقت حتى ندخل في سلام وندخل في مشروع حقيقي للسلام نعم أستاذ عبد الله طبعا بالإضافة إلى كل ما ذكره الدكتور أيضا وزير الخارجية عندما يقول أن المشاورات المقبلة المتوقع أن تعقد في السويت تتحدث عن ذات القضايا التي من المتوقع أن يتم الحديث عنها في جنيف أنت برأيك هل تتوقع أن يكون هناك ربما تغيير في الموقف أم ربما سيكون هناك ديدا الحوثيين بخرق جميع ما تم الاتفاق عليه عدم الحضور وبالتالي تعاود الكرة نفسها من جديد يعني أولا من المهمة التأكيد على أن المجتمع الدولي يمكنه أن يضغط باتجاه إيقاف الحرب لكنه لا يضغط باتجاه نهاء الحرب وهذه هي الإشكالية إيقاف الحرب بعد بقاء أسبابها هو فقط إيقاف مقاقة للمعارك لكنها ستعود مادمت هذه الأسباب موجودة وماثلة لكن إذا كان المجتمع الدولي يرغب فعلا في إنهاء المعركة في اليمن والقتال في اليمن فعليه أن يذهب أولا لإنهاء هذه الأسباب وأعتقد أن المجال الوحيد هو تنفيذ القرار الأممي 22-16 ولهذا تؤكد الحكومة الشرعية دائما والتحالف العربي تمسكها بهذا القرار الذي هو يضع مسارا واحدا ووحيدا لإنهاء الحرب في اليمن بإزالة أسباب هذا الحرب الأمر الآخر لدينا مشكلة أيضا في مفهوم المبعوثين الأمميين للمشاورات المشاورات أصبحت لدى المبعوث السابق أو الذي لهذا المبعوث الحالي هي الهدف وليست الوسيلة للوصول إلى أهداف يعني هم يهدفون ويشتغلون ويتحركون على جمع الأطراف ويصرون على الذهاب إلى مشاورات تجمع الأطراف وكأن الهدف هو الذهاب هؤلاء المتشاورون إلى قاعة ثم يجلسون ثم يتحدثون دون أرضية حقيقية يمكن أن يبنى عليها وبالتالي تفشل المشاورات السابقة وستفشل المشاورات اللاحقة ليس هناك تهيئة للملعب ليس هناك اتفاق على الحدود الدنيا لإنجاح هذه المشاورات المشاورات يتم الضغط بالاتجاه الذهاب إليها مع بقاء الحوثي واشتراطات الحوثي ومراوغات الحوثي وانتهاكات الحوثي وإيضا عدم اعترافه حتى بالشرعية الدولية وسبه للمبعوث الأممي واتهامه بأنه مبعوث للتحالف العربي والحكومة الشرعية إذن نحن أمام مسار يؤدي بالضرورة إلى أن هذه المشاورات ستفشل لكن المبعوث الأممي يصر على عقدها طيب لماذا تعقد هذه المشاورات وهي لا تمتلك الحد الأدنى من النجاح لأنه أصبحت لدى المبعوثين الأمميين أن يسجدوا نجاحا في فقط عقد هذه المشاورات وبالتالي أنا في تصوري هذه المشاورات إن عقدت لأنه حتى الآن ليس هناك من مؤشرات على انعقادها حتى لو عقدت فهي ستكون تحصيل حاصل لفشل متواصل للأمم المتحدة الأمر الأخطر من ذلك أنها تريد أن تعيد الأمور إلى نقطة الصفر وبالتالي هذا أعتقد الأمر غير مقبول أيضا من الحكومة الشرعية يجب أن تكون المشاورات السابقة مبنية على ما توصلت إليه المشاورات السابقة مواضيع بناء الثقة تم مناقشتها في جنيف وبييل وكل كويت يجب أولا أن تنفذ ثم بعد ذلك يتم البناء عليها أما الذهاب إلى المشاورات لا تمتلك الحدد أدنى ولم تهيئ لها الفرص للنجاح فأنا أعتقد هو تكرار سيناريو فشل متواصل دكتور مطلقين ما تحدث عنه الأستاذ عبدالله أيضا هو الحكومة الشرعية برأيك هل هذا هو دور الحكومة الشرعية الآن عندما وهي تعي ما تم في السابق حتى كل مبعوث أممي ودولي جاء إلى اليمن تنتهي فترته ولم يتغير شيء يأتي من بعده ويدعو إلى المشاورات والمفاوضات وهو ترديد هل استوانه وفي النهاية لا شيء هل مفترض فقط من أنها تعلق وأن هذه المشاورات ستعقد ونؤمل عليها وما إلى ذلك أم لابد أن يكون لها موقف جدي آخر هو مشكلة مثل عندك الشرعية ومشكلة حتى الشعب اليمني مع الأمم المتحدة ومع مبعوث الأمم المتحدة أن المبعوث الأمم المتحدة ينظر للشرعية أنها كانت تمثل قوة التحالف وكأن الحوثي هو اللي يمثل القوة الأخرى فجعل الطرفين أنهم متساوين ولينظر للحوثي أنه انقلب على الشرعية وأنه هو سبب هذه الأزمة بدعم خارجي ليتحقيق أجندات خارجية مذهبية على أرض اليمن ويهدد دولة جارة ويهدد استقرار المنطقة بأكملها إذا لم نستطيع أن نخلق مسار عربي خليجي ونضع إطار سياسي للحل الأزمة اليمنية سوف يطول فينا الأمد ولا نتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية يعني مشكلتنا مع المبعوث الدولي السابق هي نفسها التي تتكرر مع المبعوث الدولي الآن لأنهم معترفين هم بوجود هذه الشرعية ليقصد شرعية الحوثي وأنه جزء أساسي من الحل السياسي بينما في الواقع والشعب اليمني يعرف ذلك ويقر بذلك أنه هو سبب هذه الأزمة وأنه خرج عن شرعية التمثيل الشعبي والتمثيل السياسي للشعب اليمني من خلال انقلابة على الشرعية ومن خلال القتل من خلال التدمير من خلال التخريب يعني دمر العملية السياسية تماما ويريد أن يبني على الدمار هذا السياسي مفهومة الإيديولوجي اللي خاص بمذهبيته خاص بإطاره العقدي ويريد أن يتفاوض من خلال من خلال هذه المكاسب الآن نحن أمام فعلا يعني أزمة وجودية تماما تهدد تهدد أي حل سياسي يأتي علينا الآن أن نلت وبدت حتى يعني بعض الدول ترى بالأزمة اليمنية من منظور إنساني وهذا شيء مطلوب ولكن من الآن هو الذي يعيق وصول المساعدات الإنسانية منه الذي أطال الأزمة الإنسانية بالوجود في اليمن فلينظروا لها من هذا المنظور هم يرون أن هناك إنسان يمني يعني مصاب بأمراض إنسان يمني تعرض للدمار للجوع عنده نقص في المواد القذائية عنده نقص في كذا وكذا وكل هذا مطلوب المساعدات الآن موجودة تكلم مثل عندنا بالمملكة العربية السعودية الجسور من المواد الطبية من المواد الغذائية توصل لليمن جسور من المواد حتى البترولية توصل لليمن وليس هذا فضل ولكن هذا واجب والتزام أخلاقي والتزام عربي والتزام ديني والتزام بالجوار ولأن أزمة اليمن تمثلنا نحن كسعوديين وحضورنا فيها حضور صحيح وحضور واضح وحضور وحضور يمثل يعني أمننا حنا نحن كسعوديين وليس مستغرب أن المملكة العربية السعودية تحضر على مستوى المساعدات وعلى المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي لأننا نحن لا نبحث عن نفوذ في اليمن ولكن هذا أمننا الوطني مع شقانا في اليمن وحضورنا أيضا بجميع أي لقاء في مفاوضات هو حضور واقعي وحضور شرعي وحضور مطلوب استبعاد الصوت السعودي في أي حل سياسي هذا يطيل من عمر الأزمة السياسية والآن علينا أن نفكر في إطار آخر أن نرجع بالقضية اليمنية لإطارها العربي وإطارها الخليجي نعم أستاذ عبدالله طبعا انتحدثنا عن ربما عدم وجود الحزم أو من قبل الحكومة الشرعية مقابل ضعف واضح لا خلافة عليه من قبل مجلس الأمن الدولي في حل هذه الأزمة الأزمة اليمنية وربما العنوان الأبرز هو فقط إطالة أمد الأزمة لهذه الأزمة الأزمة اليمنية كيف تتوقع أنت السيناريو المستقبلي ربما يعني بالتأكيد هناك تفهم إلى حد ما لاستجابة الحكومة الشرعية لتحركات السلام هي دولة وحكومة وهي معترف بها أيضا دوليا وهي تتعرض لكثير من الضغوط ويسهل الضغط عليها من قبل الأمم المتحدة بعكس لو تحدثنا عن ميليشيات لكن أيضا حتى الميليشيات لا تتعرض لأبسط قواعد الضغط وعلى الأقل يمكن أن يتم الضغط على محرك هذه الميليشيات وهي إيران يعني باختصار حل المشكلة على الحوثيين في طهران يعني أكثر من 80% وبالتالي أنا في تصوري كما أنه يتفهم للحكومة الشرعية أن تستجيب للخطوات الأممية في موضوع السلام يجب على الحكومة الشرعية أن تتمسك بالحد الأدنى من اشتراط الذهاب إلى سلام ناجحة لا يمكن ولا يجوز للحكومة الشرعية أن تذهب هكذا دون وضوح في الرؤية دون أن يكون هناك ضمانات من قبل الأمم المتحدة في إرغام جماعة الحوثي على تقديم تنازلات حقيقية في اتجاه تنفيذ السحقاقات الدولية لا يجب على الحكومة الشرعية أن تستسلم لهذه الضغوط يعني بشكل كامل على الأقل يكون هناك اتفاق على مرجعيات الحل وأن تعترف بها يعني جماعة الميليشي الحوثي وأن تقدم ضمانات الأمم المتحدة بأنها ستذهب على هذا السقف أن يكون هناك أيضا اتفاق على أن يتم البناء على المشاورات السابقة لا يجوز للحكومة الشرعية أن تذهب لتبحث أن تعيد الأمور إلى نقطة الصفر تم بحث الملفات كثيرة من بناء الثقة يجب أن يذهب الجميع إلى تنفيذ هذه الملفات وهذه الاتفاقات التي تم الاتفاق عليها في بييل وفي الكويت أنا في اعتقاد هذا أمر على الأقل هو الحد الأدنى فلتتعامل الحكومة الشرعية مع دعوات الأمم المتحدة يعني بالترحيب وبالاستجابة وبالتعامل الإيجابي لكن تحت مضلة مهمة أن يحقق لهذه المشاورات وأن لا نذهب فقط لمجرد الأشياء الإعلامي دون تنفيذ حقيقي أو على الأقل نجاح يعني نجاح ما لهذه المشاورات نعم دكتور أختم معك هذا الملف من ينظر إلى سجل الجماعة الإرهابية الحوثية سجل إجرامي بكل ما فيها وبكل أيامها وبكل لياليها إن نظرنا داخل يمن وإن نظرنا أيضا إلى استهدافه للمملكة العربية السعودية من خل من العديد من الصواريخ الباليستية التي استهدفت بعض مدن المملكة العربية السعودية عندما يتجاهل المجتمع الدولي هذه الجرائم وربما ويجلس معه على طاولة ويدعوه إلى الجروس على الطاولة للنقاش معه ماذا تتوقع ردة فعلها الآن دكتور يعني الثقة بالقرارات الدولية والثقة بالمجتمع الدولي إنه يكون ضامن وضامن لإعادة الشرعية وضامن لتحقيق حتى قرارات التي خرجت من المؤسسة الدولية فهذا يعني رهان يعني مخيب للأمل تماما وعلينا أن لا ننظر أن تكون الأمم المتحدة هي الضامنة لنجاح المفاوضات ولم نشهد يعني خاصة أن في رعاية أممية للأمم المتحدة سواء تكلمنا عن سوريا تكلمنا عن عراق تكلمنا عن أي مناطق في النزاع لم تكن ولم تنجح الأمم المتحدة في يعني خلق ضمانات دولية لنجاح أي عملية سلام وكأن دورها هي مثل شيء مؤسسة علاقات عامة تحاول أن تخاطب يعني الأطراف النزاع للجلوس لطاولة المفاوضات وحتى لو شهدنا حتى المفاوضات السابقة التي لم يحضرها الحوثي وجد له مبرر تماما قريفث أنه يعني خاف مثل عندك أن الطائرة تفتش أو لا تفتش كأنه مندوب شركات علاقات عامة يريد أن يجمع الأطراف حول طاولة المفاوضات ويعتبر هذا يعني مجد له الشخصي أنه استطاع أن يجمع يعني يجمع أطراف النزاع حول طاولة المفاوضات هذا نقبله لما نكون بين شركات تجارية بين أطراف مثل يعني يتبادل والمصلحة معينة أما أزمة سياسية تعصب باليمن وتعصب بالمنطقة بأكملها والتعاطي معها بهذه الطريقة يعني هذا مخيب للأمل وأن يعني نعقد الأمل على أن تكون الأمم المتحدة هي الضامنة لنجاح المفاوضات والوصول للسلام أيضا هذا فشل ذريع علينا مثل عند أيام جامعة عربية مجل التعاون الخليجي أن نخلق إطار سياسي لهذا الحل ونلزم جميع أطراف النزاع للجلوس لتطبيق القرارات لتحدث عنها تحدث عنها شكرا لحضورك أستاذ دكتور المطلق المطيري أستاذ العلام السياسي بجامعة الملك سعود أشكر موثول أيضا لضيفنا من القاهرة الأستاذ عبد الله إسماعيل ختاما بمداد العز والفخر والقوة بمعاني الشهامة والشموخ والعروبة سجل يا تاريخ سيرة من أذهل العالم برؤيته من خطف الأضواء بحضوره حتى أصبح العالم يراقب كل تحركاته وصوره ستسألني من ذاك سأجيبك بكل اعتزاز وفخر إنه محمد بن سلمان اسم يتردد صداه في أرجاء المعمورة ولما لا يكون كذلك وهو ابن ملك عظيم ابن سلمان بن عبد العزيز ولما لا يكون كذلك ودولته تحتل الصدارة وتتربع على عرش القمة ولما لا يكون كذلك وهو ليس وحده بل يسير معه شعبه في حله وترحاله ولما لا يكون كذلك وعند سلم طائرته تكسر البروتوكولات في حين أن غيره يستقبل نفسه بنفسه ولما لا يكون كذلك وقراره بيده في حين أن غيره قراره بيد غيره في قمة العشرين وما أدراك ما قمة العشرين مشاهده شغلت العالم بأسره وكل مشهد يتحدث عن نفسه مشهد ينبض شعرا سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدمه مشهد ثالث يقول عن نفسه أنا محمد بن سلمان السعوديون وهم يتابعون مشاهد قدوتهم يمتثلون قول الفيصل ارفع راسك أنت سعودي غيرك ينقص وانت تزودي فصل الكلام واثق الخطى يمشي محمدا الى اللقاء اشتركوا في القناة